استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبحضوري سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة مساء اليوم السبت في قصر البديع العامر جموع المهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان مبارك وتقبل سموه التهانية بهذه المناسبة من الشوخ ومن الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة سفير مملكة البحرين لدى الدولة وسعدة فهد سعيد المنهالي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة ومن كبار مسؤولي الدولة وعيان البلاد وجموع المواطنين وأبناء جاليات الذين أعربوا عن خالص تهانيهم بمناسبة شهر رمضان العزيزة على قلوب المسلمين جميعا راجينا من الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا بمزيد من التقدم والرخاء والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات حضر الاستقبال عدد من الشوخ ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية